تقول يا أنا دائما التفكير في ما سيحصل في المستقبل من فتن و الضلال و أخشى على نفسي و أبنائي و أهلي الشيطاني و السوسري في أمور كثيرة إذا أبناء جرفوا مع هذه الفتن و ابتعدوا عن الدين ماذا أفعل؟ يا أختي أمت الله من الإمارات بارك الله فيك و رضي الله عنك و صلى الله تعالى أن يحفظنا و إياك و جميع المسلمين من سوء الفتن ما ظهر منها و ما بط أختي الفاضلة الإنسان يعيش ثلاثة أيام و الإنسان يعيش ثلاثة أيام يوم مضى يوم مضى خلاص هذا اليوم ذهب و لن يعود ذهب بالحسنات و السيئات و الآن عند رب العالمي يوم مستقبلي ما يدر الإنسان يدركه أم لا أي يوم غدا و بعد غد المستقبل هذا ما يدر الإنسان يدركه أم لا صح أو لا لا كثير من الناس الآن في قمة شبابه و حيوية و صحته ينام ما يستيقظ ينام ما يستيقظ و ما في أي مرض لأن هذا في علم الغيب و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس بأي أرض تموت اليوم الحاضر الآن اللي نعيشه هذا الذي ينبغي لك أن تهتمي فيه أما ما مضى فتندمين على ماذا على شيء تندمين على شيء فعلته خطأ تستغفرين الله منه و تندمين على تقصير فيه واجب تندمين على تقصير فيه واجب أي يوم يمضي ينبغي الإنسان يفكر يقول ها ارتكبت فيه الخطأ الفلاني أستغفر الله و أتوبه و تندمين أيضا تندمين على تفريض فيه واجب آه أخرت الصلاة والله عن وقتها عن وقتها ما واضبت على السنن الرواتب ما تصدقت في هذا اليوم و تجعلين هذا الندم هو العلاج ليومك الحاضر ليومك الحاضر و أيضا لمستقبلك إن أنت عشت فيا أخت الفاضل أنت الآن جالسة تفكرين في شيء يعني حقيقة مضيعة للوقت أنت الآن حبست نفسك في هذا القمقم و في هذا التفكير و الله بعدين و أخشى و أخشى طيب هل أنت تعتقدين بأنك ستدركين يوم غد أو المستقبل ما تدري و ذلك أصلح يومك و اندمي على ما سبق من أيامك من تفريض في واجب أو وقوع في معصية و استعدي لما هو آت و هذا لا يمنع يا أخت الفاضلة أن الإنسان يربي عيالة تربية صحيحة و سليمة و يحذرهم من الفتن و يحذرهم من مواطن الفتن و من مواقع الفتن و وسائل الفتن هذه مسؤوليتك أنت و مسؤوليت أبوهم أيضا يقوم على تربيتهم على هذا الشيء لكني أنا و الله أجعل من هذا الأمر عقدة نفسية لي أو وسواس أو قلق و يأثر على صحتي أثر على عبادتي هذا غلط يا أخت الفاضل الإنسان ما يدري هل يعيش إلى الغد أم لا أنت ما عليك إلا بذل السبب ما هو السبب تربية الأولاد تحصين الأولاد بالعلم الشرعي تحصين الأولاد بتحذيرهم من هذه الطرق السيئة و وكّل لأمرك إلى الله عز وجل قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت و لكن الله يهدي من يشاء أنت بيدك هداية الدلالة الإرشاد التعليم هداية التوفيق بيد الله صلى الله تعالى أن يحفظ لنا و لكم أولادنا و جميع أولاد المسلمين